العراق منبع التشيع المعتدل فلماذا يحاول المتطرفون اختطافه؟ المشكلة كل واحد يدعي أنه هو معتدل والآخرون متطرفون ولكن ما هو المقياس الذي يثبت أنني معتدل والآخرون متطرفون يعني هذا يحتاج لبحث في الحقيقة أنا علاقت على أحد الأخوان نشر هذه الكلمة قال العراق منبع التشيع المعتدل قلت له طيب فلماذا يحاول المتطرفون اختطافه؟ فرد علي بعض الأخوة الأخ رضى رضى يقول كن مطمئن يا أستاذ أحمد نعم العراق منبع التشيع وحصن المرجعية الشيعية وألطاف الإمامة القرآنية المتطرفون هم من نصب الأداء لآل بيت النبي الطاهرين وأرادوا محو ذكرهم بإنكار إمامتهم التي حباهم الله بها هم الذين يحسدون من أعطاهم الله من فضله طيب إذا هذا الكلام كلام الأخرضة معتدل أم متطرف؟ ربما هو لا يعرف ذلك بالضبط هو يعتقد أنه هو معتدل ولكن وأيضا هناك شيخ آخر الشيخ محمد حسن أيضا علق قائلا يعرف التشيع المعتدل التشيع المعتدل هو الولاية والبراءة مع فهم تطبيقها والتعامل بها لازم نتبرم الآخرين طيب فهذه نظرية الإمامة في الحقيقة نظرية تاريخية قبل 1200-1300 سنة كان بعض الأشخاص ما هم يدعون أو يدعى لهم بأنهم أئمة معينون من قبل الله تعالى وأنهم معصومون وأنهم كذا وكذا وأنهم ألم غيب وأنهم إلى آخر الكلام اللي كانوا يقولون هذا الكلام طيب هؤلاء هذه السلسلة من الإمامة خاصة إثنى عشرية يعني وصلت إلى طريق مزدود في منتصف القرن الثالث الهجري ونحن الآن في منتصف القرن الخامس عشر الهجري 1300 سنة الآن بيناتنا فوصلت إلى طريق مزدود الإمام الحسن العسكري توفى وما أشار إلى موضوع الإمامة ولا إلى خلف وما كان يعرف عنده ولد وأهل البيت أهل بيته يعني أيضا لم يعرفوا وجود ولد له وعامة الشيعة وعامة المسلمين وحتى خاصة أصحاب الإمام كما يقولون وكلاؤه منهم أثماري بن سعيد العمري إجهنى جعفر أخو الإمام وعزاه وهنأه بالإمام أنت أصبح إمام جديد ورى فترة هذا أثماري بن سعيد العمري كان يقبض فلوس من الشيعة يوديه الإمام شافه والشغلة هذه قال لا والله هذا الإمام عنده ولد بعدين أقرأ تاريخ الشيائي كل كتب الشيائية تذكر ذلك أنه في البداية عزوا جعفر وهنأوه وصلوا عليه وخلص انتهت الإمامة اللي كان يعتقد أن الإمامة يجب أن تستمر قال وين صارت الإمامة إذن هذه انقطعت إذن هذه النظرية كلها باطلة أو أنه الله شاء أن يقطعها خلص حتى لو كان ذلك أمه الآن انتهوا لأن الحسن عسكري لم يتحدث عن الإمامة كتب وصيته ووصب أمواله إلى أمه بس ما وصى بالإمامة وما تحدث عن إمام طيب هذول الأمه وصلوا إلى الطريق المسدود هاي السلسلة يعني وصلت إلى الطريق المسدود وانقطعت وراحت وخلصت هالسة واحد يجي بعدين صارت إذن المرجعية يقول لا العراق هو منبع التشيع يعني كيف يمكن أن نكون شيعة الآن ماذا يعني التشيع هناك أئمة أهل البيت الإمام علي على رأسهم الإمام الحسين أئمة آخرون كانوا مثالا للزهد والتقوى والورع والعدل ورعاية الناس والثورة على الظالمين هذه المثل باقية هذا الخط باقي يمكن أن نكون شيعة بهذا المعنى إذا فعلا اهتمينا بالفقراء والمساكين وقاومنا الظالمين واللصوص والمستبدين يمكن أن نعتبر على خط أهل البيت ولكن التشيع حقيقة أهل البيت لا موجودين حاليا شوفوا الآن شيعة من قسمين شيعة فلان مرجع وشعة فلان مرجع وشعة فلان حزب وفلان حزب فإحنا من قسمين أحزاب لماذا؟ لأننا لا نتبع منهج أهل البيت ولا نعرف منهج أهل البيت لأننا راحين نركض وراء هذا الزعيم وراء ذاك الزعيم طيب والأخ يقول الأخ رضا وحسن المرجعية الشيعية المرجعية الشيعية فالبدعة بدعة صارت في ظل غيبة الإمام الثاني عشر لما ما كان عندنا إمام وما كان نؤمن بوجود حكومة أو جواز إقامة حكومة أو ثورة العلماء اللي كانوا رواة الأحاديث في البداية يرجعون إليهم حتى يسألوهم بعض الأحاديث هذولة شوية شوية تطوروا وصاروا مراجع وصار تقلد المرجع لازم من مئة سنة صار لازم تقلد هذا ما يصير تقلد ما يصير بعد ترجع لواحد آخر هذه بدعة أيضا بدعة جديدة بدعة على بدعة يعني التقليد هو بدعة ومحرم كان عند الشيعة الاثنى عشرية المشايخ الطائفة الاثنى عشرية الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلماء اللي كانوا قبل ألف سنة كانوا يقولون التقليد حرام وميجوز وغير مبرئ للذمة لازم الإنسان يسأل العلماء نعم ولكن يتعرف على الدليل ما يصير تقلدهم بصورة عمياء بدون معرفة الدليل بدون الاقتناع بالدليل ما كان قد مرجعية بهالمعنى صارت المرجعية لازم أنت تقلد وإذا ما قلد إذا عمالك كلها باطلة منين جبتوا الكلام هذا واحد يصلي ويصوم ما يريد تقلد أحد يعني صلاة باطلة صير صوم يصير باطل حج يصير باطل هذه أيضا كلام تعسفي وجزافي ما مو عمالك مو باطلة أنت تصلي صوم مصدق أعطي الناس إذا أعطيت واحد فقير زكاء أو خمس أو فالشي يعني أنت يعني عملك الله ما يتقبله اللي لازم بإذن هذا المرجع هذا شيء دخيل علينا شيء بدعة صارت هذه المرجعية طيب وبعدين في ظل غيبة الإمام اللي كنا نقول ما يجوز إحنا نسوي حكومة ودولة وجمهورية وكذا الآن الشيعة تطوروا وقالوا لا يابا رجعوا العقل قالوا إحنا ما يمكننا نعيش بدون دولة فصارت أدنا جمهوريات والدول الديمقراطية وكذا خلص بعد شن حاجتنا للمرجعية أساس العراق هو حصن المرجعية الشيعة ما المرجعية راكبة على الشعب وما تخليه يطور وكل واحد يقول لك أنا الحاكم الشرعي وأنت يجب أن تسمع كلامي وحتى أبناء المراجع وأحفادهم صاروا هم يديرون الأمور هم يتحدثون باسم المرجعية وانوا قال البيت حتى واحد يصبروا من الإعداء هذا شعب التاريخ قبل 1400 سنة إذا كان أكو إعداء وأرادوا محو ذكرهم يعني شون يمحون ذكرهم ما هم ما موجودين حاليا حتى لو حيات ذكرهم أو أمات ذكرهم شنو يتغير عندك أنت موقفك اليوم شنو موقفك ما هو موقفك وهل أنت تلتزم بخط أهل البيت مثلا بفهمهم الإسلام أو لا هم الذين يحسدون من أعطهم الله أي حسد أي شيء ما فيه أدن حسد ماك واحد شيء حتى يحسده ما عندهم منصب الآن ولا دور ولا إمامة ولا قيادة ولا زعامة حتى واحد يحسدهم عليها يجي الأخي شيخ محمد حسن حفظه الله يقول التشيء المعتدل هو الولاية والبراءة البراءة من من يا أخي العزيز يا شيخ محمد حسن البراءة من قبل الناس 1400 سنة قبل تعال أنت تقول فلان كان عدو فلان وصلي وسلم على هذا ولا عندك هاي صارت الولاية وهاي البراءة يعني هو هذا الدين وين موجود في القرآن الله يقول لك صلي وصوم وحج وزكي وإعطي وأنفق في سبيل الله وعمل عمل خير ما يقول لك تعال اتولى فلان أو اتبرأ من فلان لماذا نجعل الخلافات الوهمية التاريخية دينا وهذا تشيء هذا ليس تشيء هذا فكر خرافي فكر اسطوري وفكر منحرف عن حتى عن أهل البيت بفضلا عن الإسلام فالتشيء العراق منبع التشيء نعم يجب أن يكون منبع التشيء الحيوي التشيء الحيوي عندما ننصر المظلومين في كل مكان ننصر الشعوب المظلومة المحتلة المغتصبة نحارب المستبدين والطغاة والمستعمرين مو نقعد في أحضان المستعمرين والمحتلين ونقول يا با إحنا شيعة أي تشيء هذا ونكتفي في القضايا التقسية ونسوينا منابر من ذهب ونحط ذهب على قبور علماءنا وعلى مشايخنا وعلى قبور حتى بعض القبور الوهمية ونسميه هذا تشيء هذا هو تشيء يا أخواني الأعزاء أم يجب أن نعيد النظر في هذه النظرة وهذا المفهوم ونعود إلى الإسلام إلى القرآن إلى أهل البيت فكر أهل البيت الصافي السليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر